مع الرب يسوع لازم نثق ان احنا في الارتفاع لازم نثق ان ابليس ما يقدرش يخلينا في الانحطاط ليه لان عندنا وعد في وعد الهي مكتوب في الكتاب المقدس لكل مؤمن عايش مع الرب الوعد ده وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط باسم الرب يسوع نكون دائما من مجد الى مجد من قوة الى قوة باسم الرب يسوع نكون دائما دائما نكون في الارتفاع وابدأ معاك عزيزي المشاهد بآية من مزمور ستة وستين انتبه الى هذه الآية دي آية رقم اتناشر دخلنا في النار والماء ثم اخرجتنا الى الخزب الخزب يعني مكان في غنى مكان في صمر مكان في راحة بيقول ان احنا دخلنا في النار والماء يعني دخلوا في ديقات متنوعة في ديقة زي النار في ديقة زي نار دي ديقة زي النار الام مستمرة والنار صعبة وفي ديقة زي المية زي الطفان كده دي ديقة ودي ديقة صحيح النار عكس الماء ففي ديقات عكس بعض يعني في ديقة تبقى في الصحة في ديقة تبقى في الفلوس في تبقى فلوس كتير لكن ديقة مرض فالدقات الماء والنار ده تعبير عن تنوع الدقات انها متنوعة فهنا داود بيقول ان الشعب يدخل في دقات متنوعة ده معنى النار والماء دقات متنوعة مش من نوع واحد يعني مثلا دقات اقتصادية دقات من شعوب بتحارب دقات بسبب الحروب دقات امراض دقات مثلا بيحصل زلزال بيحصل مجاعة دقات متنوعة ايه السبب؟ السبب يقول هنا قبلية في آية 11 ادخلتنا الى الشبكة يعني بقينا في حصار وجعلت ضغطا على متوننا متوننا يعني ظهورنا يعني الرب كان بيقدب الشعب عزيزي المشاد لما الرب بيقدبني ده معناه انه بيحبني لان التأديب بنرى عنه في الكتاب المقدس مثلا فيه رسالة الى عبرانيين امتياز الابن امتياز الابن ان الابو بيقدبه بيقدبه ليه؟ ليه الاب بيقدب ابنه؟ لمصلحة ابنه عشان ابنه يمشي صح عشان لما يمشي صح ابنه اللي هيستفيد ابنه اللي هينجع تأديب اذا علامة المحبة الابوية فالرب يقدب هذا الشعب عشان يسيب الخطيئة ليه؟ لان الخطيئة مش لصالح الانسان يعني انت لما تعيش في الخطيئة لما تعيش مثلا في الزنا لما تعيش في النجاسة لما تعيش في شغلك تجدب الخطيئة مش لصالحك الخطيئة ده الشيطان بيخدعك ويدي لك يحاول يفاهمك ان الخطيئة دي تخليك تغنى يعني يقول لك اه ما تدفعش درايب في شغلك اقول كلام غلط اكتب في الورق كلام مش مظبوط عشان مكسبك يبقى زيادة ما تقولش الحقيقة وانت تعتقد انك لما تعمل كده هتغنى اه ممكن تغنى لكن غنى مؤقت او غنى مضر جدا او غنى تصاحبه نتائج مؤزية ليك ولا ولادك وممكن الازى يجي على صحتك فعشان كده الرب بيقدب عشان ما نستمرش فيه الخطايا اللي نتائجها دائما نتائج مرة خطيئة نتيجتها مرة يعني تقول لي انا بكسب بالطريقة دي بتكسب بس ده مكسب مر لانه اما انه مؤقت ويتقلب بعد كده الى خسائر فادحة واما انه في ذاته مؤزي يعني بسبب الغنى ده اولادك ينحرفه مثلا بسبب الغنى ده زوجتك تمشي في سكة غلط باسم الرب يسوع ما نغناش ابدا بطرق غير نقية ما نغناش ابدا واحنا بنكسر وصايا الكتاب ما نحبش ابدا التمتع اللي فيه خطيئة ليه لانه مؤزي فعشان كده الرب بيقدب فقدب شعبه لما شعبه بقى تجاوب مع التأديب إيه اللي حدث يقول لك اخرجهم من الضيقات الى الخصب يعني الى مرحلة فيها تعويض يعني كل وقت الرب دخلك فيه في ضيقة عشان تتعلم درس ممكن حينها تبقى الضيقات عشان نتعلم دروس او عشان نسيب خطايا هنا الضيقات تأديب لما الرب يسمح لنا ان احنا ندخل في ضيقات نتعلم الدرس ونتوب عن خطيئنا يطلعنا من الضيقات الى مرحلة فيها تعويض شوف الاية دخلنا ادخلتنا الى الشبكة لكن طلعنا من الشبكة لما تعلمنا الدرس جعلت ضغطا على ظهورنا حاجة تحني كده لكن رفعت رؤوسنا وشلت الضغوط على الظهر لما توبنا وبعدين بسبب الخطيئة دخلنا في النار والماء دقات متنوعة لكن لما توبنا ما اخرجتناش بس من المية والنار يا رب دي يقولك اخرجتنا الى الخز توب عزيزي المشاهد لو في خطيئة في حياتك وكن واسق ان الرب هاي طلعك من الضيقة الى مرحلة فيها تعويض عن الالم اللي جزت فيه اثناء الضيقة ولو انت في ضيقة كن واسق ان دايما الاية بتقول يخرجك الرب من الضيقة الى رحب لا حصرة فيه يعني يطلعك من الضيقة ويعوضك ويعوضك عن الامك في الضيق حتى لو كانت الامك في الضيقة دي بسبب خطيئك يطلعك منها تلما تبت ويعطيك وقتا تعويضيا عظيما عزيزي المشاهد تعالى معي الان الى سفر الرؤية نكمل التأمل فيه اصحاح كام اصحاح 11 احنا بنتأمل فيه الشاهدين اللي زي ما قلتلك الكتاب المقدس لم يسكن لنا اسماء الشاهدين دول فيه ناس بتخمن يعني لكن مدام الكتاب صامت خلاص يبقى مش اسماءهم ما تهمناش وسأعطي لشاهدية فيا تنبقان وده معناه ان الشخص لما ييجي يخدم الرب الرب بيدي له احتياجه للخدمة هنا هيديهم القدرة على التنبق وشرحنا معنا التنبق في الحلقة اللي فاتت انهم هيقولوا رسائل من الرب اللي الناس وطبعا لما تقرأ سفر رؤية هتعرف ان هما هيكونوا شاهدين هيشهدوا للرب خلال الضيقة بس هنا في رأيين في رأي انهم في نصف الضيقة الاولاني اللي الرب سماه في انجيل متة اصحاح اربعة وعشرين الرب سماه مبتدأ الاوجاع يبقى فيه رأي بيقول انه ما يشهدوا في نصف الضيقة الاولاني اللي هو مبتدأ الاوجاع اللي مدته كان ثلاث سنين ونص فيه رأي تاني بيقول لا دولا يشهدوا في نصف الضيقة الثاني اللي مدته كان ايضا ثلاث سنين ونص هنا بيقول وسأعطي لشاهدين فيه يتنبئان يعني بداية الخدمة بتاعتهم ان الرب عطاهم انهم يقولوا كلام نبوي يعني رسائل من الرب للناس كام يقولك مائتين يتنبئان الف ومتين وستين يوم يعني لما نعرف ان الشهر النبوي فيه الكتاب المقدس هو تلاتين يوم يبقى الالف ومتين وستين يوم تساوي التلات سنين ونص يعني اما انهم هتنبئوا نص الضيقة سبع سنين عرفنا ده من سفر الرؤية لصاح التاسع ده الاسبوع اللي تنبئ عنه دانيال وهو اسبوع سنين وليس اسبوع ايام يعني سبع سنين ومن اصحاح تسعة في سفر دانيال بنعرف ان السبع سنين دول متقسمين قسمين مبتدأ لو جاي على تلات سنين ونص وبعدين تلات سنين ونص التانية هي الضيقة العظيمة اللي قال عنها الرب واللي قال عنها سفر دانيال ان ما فيش ضيقة زيئة عبر التاريخ دي اشد ضيقة طوال التاريخ البشري اللي هم التلات سنين ونص التانية دول الضيقة العظيمة هم يتنبئوا هنا كالف متين وستين يوم الناس اللي بيقولوا ان دول في فترة الضيقة العظيمة بيستندوا ان الالف متين وستين يوم دول عبارة عن اتنين واربعين شهر عبارة عن تلات سنين ونص ودول في سفر رؤية دائما يتحدثوا عن الضيقة العظيمة فبيقولوا ما دام كل الشواهد الباقية بنتكلأ اللي فيها الالف متين وستين يوم اللي هم ما يساوي احنا قلنا شهر تلاتين يوم يساوي اتنين واربعين شهر يساوي تلات سنين ونص طالما دول دائما في سفر رؤية عن الضيقة العظيمة يبقى كمان هنا عن الضيقة العظيمة دول ناس بيفسروا بهذا التفسير الرأي التاني يقولك لا لما تشوف الاحداث اللي مكتوبة هنا تلاقيها تمشي اوي مع انهم يكونوا في نص الاولاني من السبع السنين يعني في الثلاث سنين ونص الاولى سواء كنت انت بتتفق مع دول او دول مش للمهم تقول لي ما الايه المهم المهم انك تستفيد تستفيد من التأمل في رؤية 11 فايه ده ليك النهاردة موضوع مش معلومات نعرفها عن ما سيحدث في نهاية الايام لا هو الموضوع ان انا مش هاملة زيني بمعلومات ويبقى عندي تشوق كده ان انا عايز اعرف اكتر واكتر عن اللي يحصل في نهاية الايام لا الموضوع ان انا اللي عرفه لازم يبقى ليه فايدة ليه النهاردة ده المهم النهاردة استفيد بالمكتوب هنا مكتوبة ايه وساطي للشاهدية هما يشهدوا هما الاتنين ويشهدوا في وقت منتشر فيه الشر ده اكتر وقت في التاريخ هيكون الشر فيه منتشر والناس هتبقى ماشى ولا ضد المسيح ده الوقت اللي الشرور فيه تصل الى اقصاء انما في الوقت ده الرب يقيم شهود ليه دائما الرب لا يترك نفسه زي ما بتقول الاية لا يترك نفسه بلا شهد يعني في الوقت الصعب لو انت في بلد فيها اباحية الرب يقيم مؤمنين ليه ويقدموا شهادة للرب ان الخطيئة مش هتنفعكم وان ضد المسيح اللي ماشين ورا ده هيضيعكم وان السعادة مش في الخطيئة ادي الشهادة السعادة هي انك تسيب الرب يملك على قلبك ما تخليش الشيطان يملك على حياتك وسأعطي لشاهدية فيها تنبقان الفا ومائتين وستين يوما وهيبوا لابسين مسوحا واللبس المسوح ده اللي هو الرداء الخشن ده اللي متشعر الماعز او حاجة زي كده يعني حاجة خشنة ده دايما في الكتاب المقدس تعبير عن ناس بالتوب او ناس حزينة ليه لانهم مش بيوبخوا الناس وبس بيوبخوا الناس وصعبانين عليهم وصعبانين ان دول هيتدمروا انهم هيديعوا ان الرب جاي بعد وقت قليل ويجازي ويعاقب وزعلانين على الناس المخدوعة ومشي وراء ضد المسيح وده الخادم يعني ده التعليم تقولي الموضوع مش انك انت توبخ اللي حواليك وتقولهم انتو ماشيين غلط لا لازم يبقى عندك مشاعر جواك نحيتهم متأثر باللي بيحصل ليهم ويباني التأثير ده في انك بتصلي من اجلهم فهم هنا متعاطفين مع الخطاء صحيح بيوبخوهم صحيح جاي من لهم رسائل قصية من الله ان لازم تفوقوا لازم تقبلوا المسيح ملك على حياتكم صحيح عندهم لكن في نفس الوقت شعرين بيهم شعرين وده معنى انهم لابسين ايه مسوحا ده معناه انهم شعرين باللناس في حزانة من اجلها وتعبير عن هذا الحزن المقدس ده مش حزن رضي لا ده حزن بيخليه يخدم حزن بيخليه يصلي حزن بيخليه يطلب من الرب تأييد ليه في الخدمة بتاعته لا بيسيد مسوحا وطبعا احنا في مرحلة يهودية في الوقت ده لان الوقت في العهد الجديد ما فيش حد بيلبس كده وانما لازم تبقى فيهم وانت بتقرأ الفترة بتاعة السبع سنين دي انك انت في فترة مختلفة عن الفترة بتاعتنا النهاردة الفترة بتاعتنا النهاردة ده اسمه عصر النعمة ده اسمه عصر الكنيسة ده العهد الجديد ده مش تعامل الله مع اليهود كشعب لا تعامل الله مع اليهود كشعب وقف من وقت ما صلبوا الرب خلاص الرب مش بتعامل معهم كشعب بتعامل معهم كأفراد زي ما بتعامل مع الأفراد في أي شعب آخر اللي يؤمن منهم ينضم إلى الكنيسة لكن الرب لا يتعامل معهم كشعب ما هوش الملك بتاعهم كشعب انما بعد وده قلت كتير وننسوش بعد الكنيسة المؤمنين الحقيين ما يختطفوا ويسيبوا الأرض ويبقوا في السماء بعد الاختطاف زي ما بنفهم من سفر دانيال يرجع الرب يكمل تعاملوا مع اليهود كشعب وهيبدأ بقى كشعب يتعامل معهم في الضيقة بتأديب كشعب هيتأديبوا كشعب بتأديب اللي حصل من هتلر والحاجة قدام اللي هيحصل ليهم من ضد المسيح فعشان كده ما نستغربش ان احنا نلاقي المسوح رجع التاني زي ما كانت موجودة في العهد القديم وانا بقى يقول هازان شوف بقى الواحي بيقول عنهم ايه هما الزيتونتان يبقى هما شاهدان وزيتونتان ومنارتان هؤلاء هازان هما ايه اربعة روحي 11 هما الزيتونتان المنارتان القائمتان امام رب الارض وهنا بيقول امام رب الارض ما بيقولش امام رب السماء تقول ليه فيه فرق بين الاتنين اه فيه تمييز هذا هو الرب فصحيح رب السماء ورب الارض لكن ليه انا رب الارض لان هما جايين يقولوا ان مش الوحش او ضد المسيح ده مش هو السيد بتاع الارض سيد الارض جاي وسيمله مين سيد الارض ده المسيح فهنا امام رب الارض تعبير مهم للوقت ده يعني لو الرب يسوح ورب السماء ده ضد المسيح يبقى مبسوط ولا يجي عند دول خلاص خليك انت في السماء المهم انك انت مش جايي تطلعني من الارض بتاعتي رب الارض ده تعبير يناسب هذا الوقت يناسب ليه؟ لانه هو الصراع على الارض ان ضد المسيح هيبقى بقي الحاكم العالمي المؤيد من ابليس تأييد مية في المية عشان يحكم العالم كله ومن خلاله ابليس برب الارض لا هنا بقى بيعلنوا ان رب الارض هو الرب يسوع المسيح وبيقولوا للناس انت لازم تؤمنوا بالرب يسوع المسيح يعني ان هو ده الرب الحقيقي اللي جاي يملك على الارض ولو انتوا ما امنتوش بيه هتضيعوا هتضيعوا لان جاي بقضاء لان خلاص عصر النعمة وقف انتهى وعصر الكنيسة انتهى هيجي بقضاء على اللي ميؤمنوش به وعشان كده الرب يسوع سمى البشارة او الكرازة في الوقت ده سمى انجيل او كرازة الملكوت يعني اكرازة بان الرب جاي لكي يملك ولكي يعاقب من لم يؤمن به ومن لم يعترف به ملك هذه البشارة بتاعة اللي يشهده فدي شهادة مزعجة جدا 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 لضد المسيح مزعجة تماما لي لان دولا بيقولوا ان انت لا انت مش الملك انت بسحقش تملك انت من الشطاع الملك جاي وجاي بعد وقت قليل والناس لازم ترفضك عشان ما يجيش عليها القضاء بتاع الملك الحقيقي اللي جاي فعشان كده التعبير ايه ده امام ايه رب الارض ويقول الكتاب انهم هما الاتنين هذان هما الزيتونتان المنارتان القائمتان امام رب الارض امام رب الارض يعني امام يعني مستعدين لتلقي توجهاته مستعدين لطاعته يقولهم روحوا البلد الفلانية ما يخافوش يروحوا ده معنى انهم واقفين امام رب الارض لو انت عايز تبارك في حياتك لازم تبقى زيهم لازم تبقى زيهم تقول لي يعني تبقى دايما واقف امام المسيح وتقول لي يا رب انا اريد ان اصير خاضعا ليك لو انت عايز تنجح خليك واقف امام الرب يسوع وقول له انا عايزك تبقى رب بيتي انا مش عايز الشيطان يبقى رب بيتي انا عايزك انت تبقى الرب واستخدمني لكي تكون دائما ربي والرب بيتي ورب اولادي ورب كل اموري عزيزي المشاهد الى اللقاء في الحلقة القادمة الرب معك الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب لا دينون الآن هدية مجانية من خدمة انهار الحياة عند التلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج او بآية استفسارات او طلبات خاصة نصلي معكم من اجلها رسلونا على البريد الالكتروني mail at pastordaniel.org او العنوان البريدي انهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليو بوليس القاهرة كمهورية مصر العربية او rivers of life بيو بوكس 433 greenford ub5 9bj uk او ارسلوا لنا بريدا صوتيا او رسالة اسمس على 012 577 88 واخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة انهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org ادربوا معكم والى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية اشتركوا في القناة